أتجل بكل تقدير وأحترام تحياتي لك وتقديري لكل الجهود اللي بتبذلها من أجل احتواء الأزمة الأزمة اللي احنا بنعيشها وأتصور ان احنا كلنا مدأسرين بيها تأثير كبير جدا في منطقتنا بالكامل وعلى العالم كله يمكن تحدثت مع فخامة الرئيس مطولا في أزمة الأزمة اللي احنا بننجبهاها دلوقتي أزمة قطاع غزة وتكلمنا بتفصيل شديد وبعنق شديد في جهود لاحتواء هذه الأزمة والعمل على ان هي يعني ما يكونش لها تداعيات أكتر من اللي احنا بنشوفه دلوقتي اتفقت مع فخامة الرئيس على أهمية أن الأزمة الحالية لا تتسع لتشمل يعني عناصر أخرى أو مناطق أخرى ويبقى بس يقتصر الجهد والعمل اللي احنا بنعمله على ان احنا نحتوي التطورات اللي بيتمر بقطاع غزة ده معناه ان احنا ببساطة ننصر بخطورة شديدة جدا من اتساع دائرة العنف وان يشمل أطراف أخرى داخل الإقليم أو المنطقة ومخاطرها الشديدة جدا على الاستقرار والأمن في منطقتنا واحنا توفقنا على ان النقطة دي محتاجة ان احنا نتحرك ونعمل بشكل مكسف فيها من أجل منع مزيد من التظاهر في الموقف في منطقتنا ايضا تكلمنا على اهمية احتواء وتحديئة الموقف في غزة وهنا بنتكلم ولازم اسجل دي اولا لتفاهم رئيس مكرون الحقيقة لفكرة ان عملية النزوح او الهجرة او الخروج من القطاع في اتجاه الاراضي المصرية امر شديد الخطورة وتوافقنا على ان ده امر مش مش احنا في مصر مش هنسمح به فقط لا ده خطر جدا على القضية في حد ذاتها لان ذكرت النهاردة قضية حل الدولتين وهو ده امر ايضا توفقنا عليه على ان هو غياب الافق السياسي لحل القضية الفلسطينية كان احد اسباب التدعيات اللي احنا شفناها مش في الجولة دي في خمس جولات من الصراع خلال العشرين سنة اللي فاتوا غياب الامل حالة الاحباط اليأس ده كل دي كانت عبارة عن اسباب قدت الى الاغتتال اللي احنا بنشوفه بشكله وباخر فاتفقنا على ان خروج الفلسطينيين ده مش حل لان ذكرت الحل الدولتين لم ينجح والفلسطينيين موجودين على اراضيهم على اراضيهم يبقى مش معقول ان هم ممكن ينجح وهم مش موجودين على اراضيهم دي نقطة الهدف بتاع الحرب المعلن انه هو اه يعني تصفيد حماس والجامعات والفصال المسلحة اللي موجودة في القطاع وده هدف انا يعني كلنا عارفين كويس قوي والخبرات اللي موجودة لكل القادة على مختلف المستويات بدول مختلفة نازل امر بيحتطل بسنوات طويلة جدا ويمكن ده ايضا من ضمن الموضوعات اللي احنا تحدثنا فيها على اهمية ان احنا نسعى من اجل عدم الاجتياح البري للقطاع وده امر في انتهى الانبياء انا بسجله هنا لان الاجتياح البري قد ينتج عنه اه يعني مش تحديات لأ يعني ضحايا كثيرين جدا جدا من المدينين ويكفي ان حتى الان احنا بنتكلم ما يقلب من ستة الاف ستة الاف من المدين سقطوا حتى الان نصفهم تقريبا من الاطفال نصفهم تقريبا من الاطفال الواجب ان نضع ده في عين الاعتبار في استمرار الازمة وعدم وضع السلامة سلامة المدنيين في الاعتبار عند التعامل مع اه الفعل العسكري الاسرائيلي في القطاع نقطة ايضا اه توفقنا على ان احنا نعمل فيها بجد وهي ادخال المساعدات الانسانية بالحجم اللي يتناسب مع اتنين وثلاثة من اشرة مليون فلسطيني موجودين في القطاع والنهاردة احنا بنتكلم من سبع اكتوبر لغاية النهاردة تقريبا دخلنا في خمساشر يوم والقطاع تحت الحصار الكامل وبالتالي اه وقطع الكهرباء وقطع المياه وقطع الوقود عنه وده امر اه كان ليه تداعات كبيرة جدا على الحالة الانسانية داخل القطاع واحنا قلنا ان احنا هنا متوافقين ايضا على اهمية ان احنا نتحرك في ادخال مزيد من المساعدات وهنا اسجل شكرا لفخامة الرئيس ان هو اه وعد بارسال اه سفينة مستشفى الى اه لتأخديم الخدمة الطبية لمن يحتاجها يعني يحتاجها من اه المصابين الفلسطينيين ايضا تحدثنا على اهمية اتاحة الفرصة والوقت ان احنا اه نعمل على اطلاق مزيد من الرهائن ومزيد من الاسرى اللي موجودين في القطاع وده من خلال تهديئة الموقف ما امكن تهديئة الموقف ما امكن حتى نستطيع ان نعمل من اجل اطلاق مزيد من الرهائن والاسرى الموجودين اه لدى حماس احنا في مصر حرسين على ان احنا نقوم جدور اجابي جدا جدا فهذه الازمة من خلال تفاهمنا ومن خلال معاشرتنا للواقع تطور القضية الفلسطينية وان القضية الفلسطينية قضية القضايا بالنسبة لنا وبالنسبة لمنطقتنا وان الرأي العام العربي والاسلامي متأثر جدا جدا ومقدر جدا جدا قد ايه حل القضية دي حكون ليه انعكاس كبير جدا جدا ويمكن يعني ممكن حد يقول هل فيه فرصة حقيقية لمكافحة الارهاب انا بقول للرئيس ماكرون ان فكرة فكرة الفكرة دي بدأت في مخيمات نتيجة مخيمات الفلسطينيين نتيجة فقد الامل مفيش امل مفيش فرصة ان احنا نديهم اه دولة الدولة دي تبقى جنبا الى جنب مع الدولة الفلسطينية تحترم وتحافظ على امن الاسرائيليين وامن الفلسطينيين بكل الضمانات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف لما فقد هذا الامل لما فقد هذا الامل ولما الممارسات اللي موجودة خلال السنين الاخيرة اللي فاتت فيما يخص المسجد الاقصى يعني التوسع الاسطاني اللي موجود كل ده كان عبارة عن تغزية لحالة الكراهية والغضب اللي احنا محتاجين نفرها بان احنا نحي اه نحي مرة تانية عملية السلام في اه في المنطقة فيما يخص حل الدولتين. توفقنا مع فخامة الرئيس على احنا نتحرك سويا ونعمل سويا من اجل هذا الهدف النبيل هو احتواء الازمة عدم تسعيدها ادخال المساعدات تغفيد التوتر ما امكان عدم اه 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 او السعي الى عدم دخول اطراف اخرى في النزاع الحالي. وهنا انا بسجل مرة تانية شكري الشديد باسمي باسمي كل انسان مخلص في منطقتنا للرئيس الفرنسي ماكرون على الجهد وعلى الحركة اللي بيبزلها من اجل احتواء هذه الازمة وهذا الامر اه حننجح فيه لان الاخلاص في العمل من اجل الابرياء ومن غاج المسلمين لازم ربنا سبحانه وتعالى بيوفقنا فيه. وبقول لرئيس ماكرون ان التاريخ هيشهد لك وانك انت بتبزي الجهد كبير اوي اوي كان زار اسرائيل وزار رامالله وزار الاردن والنهاردة في مصر يمكن في خلال يومين او تلاتة فقط الجولة الكبيرة دي. فخمت الرئيس نحن بكل التقدير والاحترام والاعجاب والشكر لشخصكم ولفرنسا وثق ان لك في مصر اصدقاء احرسين ايضا على العمل سويا من اجل تحقيق السلام ونزع فتي لهذه الازمة اه اللي احنا كلنا بنتألم على اه الضحايا اللي موجودين فيها. يمكن كان فيه حد يقول لي اترى انتو يعني تقبلوا ان يبقى فيه وجمع المدنيين. لا طبعا. نحن ندين كل الاعمال التي تمس المدنيين كل المدنيين. مفيش كلام في ده لان المدني ده ملوش علاقة بالغضب والقلم والحال اللي احنا فيها. بس انا عايز اقول مهمة اوي ان احنا احنا بنتكلم في النقطة ديت نتكلم فيها بمعيار واحد. يعني المدنيين اللي هنا والمدنيين اللي هنا. مرة تانية براحة بيك فخمت الرئيس اهلا وسهل. مفضل. شكرا جزيلا سيدة الرئيس. شكرا على استقبالكم. شكرا على هذه الكلمات. مرة اخرى يسعدني ان اكون في القاهرة الى جانبكم لمواصلة الحوار الاستراتيجي القائم بيننا منذ عدة سنوات في هذه اللحظات الخطيرة. العصيبة. لقد ذكرتم للتو باننا نعيش فترة مظلمة جدا. وفي مثل هذه الاوقات يهم ان نبذل كل ما بوسعنا لتفادي التصعيد ولتفادي تزايد حدة التوتر. لا شيء يبرر الهجوم الارهابي لحماس ضد اسرائيل. فرنسا ادنت ذلك فورا. واعترفت لاسرائيل بحق الدفاع عن نفسها باحترام احكام قانون الحرب والقانون الدولي والقانون الانساني الدولي. ولكن اليوم الوضع الذي نراه اليوم يمكن ان يقودنا الى مخاطر وتصعيد. وهذا ما تكلمنا عنه. وبالتالي من الضرورة ان نقوم بعمل سريع اولا وقبل كل شيء. واود ان اشكركم سيادة الرئيس. واحيي وانا اقف الى جانبكم الجهود التي تبضلها دولة غطر باطلاق سراح الرهائن. هناك اكثر من مئتين رهين تحتجزها. حركة حماس اليوم ولسوء الحظ. هناك تسعة رهائن من الفرنسيين هناك من الزوجي الجنسية. ولكن كل الرهائن يجب ان يتم اطلاق سراحهم باسرع ما يمكن. واشكركم خالص الشكر على الجهود التي تبضلونها منذ السابع من اكتوبر الماضي لهذا الغرض. هذا هام جدا. ونحن نفعل كل ما هو ممكن لتسهيل هذه المسألة. ثم اود ان اشكركم في هذا السياق على قيادتكم. وعلى القمة التي نظمتمها في القاهرة الاسبوع الماضي. للتذكير بالمأساة الحالية وضرورة ايجاد حل لها باسرع ما يمكن. وكذلك سمعت رسالتكم سيرة الرئيس. كما سمعت صرخة الانذار التي اطلقها ملك الاردن فيما تعلق بازدواجية المعايير. اريد ان اكون واضحا جدا. فرنسا لا تمارس ازدواجية المعايير. القانون الدولي ينطبق على الجميع. وفرنسا دوما دافعت عن قيم عالمية. قيم الانسانية العالمية. حياة البشر متساوية. وليس هناك من اولويات كل الضحايا يستحقون تعاطفنا والتزامنا من اجل السلام في الشرق الاوسط. ونبقى اوفياء لذلك. انا اعرف ايضا التزامكم سيادة الرئيس في هذا الموضوع. عودة الى ما قاله سيادة الرئيس للتو. ما اولا الجزء الاول من جوابنا هو مكافحة الارهاب. اقول ذلك لانه في السابع من اكتوبر تم ارتكاب عملا ارهابي خطير ضد رضع ضد اطفال ضد نساء ضد بالغين. وبدون مبرر. وهنا ايضا قتل فرنسيون. واحد وثلاثين مواطن فرنسي قتلوا في هذه العملية. ولكن لا يجب ان نتساهل امام الارهاب. انا اعرف انكم في مصر حارسون جدا على مكافحة الارهاب. ولقد خلطم هذه المعركة لسنوات. وبالتالي اود ان يكون ان نستمر في التعاون الوثيق في مجال المعلومات واستهداف الارهابيين. والجواب الصحيح هو ان نتعاون. ان نتعلم دروس التي استخلصناها من تحالف اه دولي ضد داعش الذي عملنا في طاره منذ عدة سنوات. ونتبنى التدابير المطلوبة ضد المجموعات الارهابية التي اه تؤذينا في المصلحة في المنطقة. اذا هذا تعاون اقليمي ودولي لاستهداف الارهابيين وحماية المدنيين. والتعاون في مجال الاستخبارات. وتبني تدابير متعددة لاستصالهم. هذا عمل سوف يتطلب الوقت. سوف يتطلب ايضا التحضير. وسيحتاج الى مجهود لفترة معلومة. مصر وفرنسا تعرفاني ما هي معاناة من جراء الارهاب. واعتقد ان هذا من جدا. المحور الثاني الذي نريد ان نتقدم فيها يتعلق بحماية المدنيين. ذكرتم سيادة الرئيس. على وجه الخصوص تكلمتم عن الفلسطينيين من رجال والنساء. المساعدة الانسانية يجب ان تصل الى غزة بدون عوائق. واود ان احيي ما تفعله مصر لسكان غزة اليوم. لقد تكلمت عن هذا الموضوع بالامس. وصباح اليوم مع جلالة ملك الاردن. وهو ملتزم بقوة عن طريق مستشفى تعمل الاردن على حمايته وضمان استمراره بالعمل. وتكلمت عن هذا الموضوع ايضا مع رئيس وزراء نيتانياهو. ومع الرئيس محمود عباس لوصول المساعدة الانسانية. فرنسا اصرت على وصول المياه الى غزة بدون اي عقبة واعادة تزويد القطاع بالكهرباء. وبالتالي سوف نستمر بهذا العمل الملح والطارق. وصباح اليوم كان لي نقاش مع ممثلين عن الانروا. وقالوا لي ان الوضع حرج. اذا هذا هو الوضع الذي نريد ان نجد حلا له بالعمل معكم والى جانبكم. كما تعرفون فرنسا تعمل لدعم هذا الجهد اذ نقدم مساهمة عالية للانروا. لقد في الاسابيع الماضية زدنا مساهمتنا للانروا بقيمة عشر مليون يورو لمصلحة الشعب الفلسطيني. وبتنسيق وثيق معكم نريد استخدام الدروب المفتوحة انطلاقا من مصر. هناك طائرة فرنسية سوف تحط غدا في مصر لتسليم معدات ومواد طبية وهناك طائرات اخرى سوف تتبعها. وسوف نكون نشطين بالنسبة للادوية والمواد الطبية. وكذلك اشار الرئيس الى ذلك. على اثر محادثاتي مع كل الاطراف المعنية بالامس. اود ان اعلن ان ارسال سفينة من البيت برنسية لتأتي لدعم مستشفيات غزة. السفينة سوف تغادر مرفأ طولون في الساعة المقبلة. كذلك سوف اه قمنا بحشد موارد مالية اضافية لتقديم المساعدة في غزة وفي اضفة الغربية. ولا ننسى كذلك حماية الرجال والنساء. اه اه اشكركم كذلك على التعاون الممتاز لحماية مواطنين. اه هناك خمس اربعة وخمسين مواطن فرنسي في غزة اليوم. ونريد حمايتهم. هناك حوالي مئة وسبعين فرنسية. او موظفين في المعاهد والمؤسسات الفرنسية. ومن التابعين لهم اسرهم. ونود اخراجهم. اه وحمايتهم. والاساس الثالث. الى جانب مكافحة الارهاب وحماية المدنيين. اه المحور الثالث هو المحور السياسي. طبعا هو الاصعب. ولكنه هو اه في جذور الكثير او سبب الكثير من الحقد اه في هذه المنطقة. اه كنا نقول مع سيدة الرئيس اننا منذ بضعة شهور كنا نتكلم عن الحق المشروع للشعب الفلسطيني في دولة وفي حل سياسي. كان عددنا كان عدد الذين يتكلمون عن هذا الموضوع قليلا في الاوينة الاخيرة. تعرفون ان فرنسا لم تحد ابدا عن هذا الدرب. ومصر لعبت دائما هذا الدور المتميز في حمل القضية السياسية الى الواجهة. يتعين علينا ان نبدل اليوم جهود متميزة للوصول الى دولتين. دولة اسرائيل ودولة فلسطين تعيشان جنبا الى جنب بسلام وامان. هذه فكرة قديمة ولكن لم يعفى عليها الزمن. وبالتالي اعتقد ان الدرب السياسي ضروري ولا بد منه لانه يشكل مخرجا للغضب. لا يكون العنف. ويعني الاعتراف بالحق المشروع للشعب الفلسطيني. ويضع اطار لهذا الموضوع. علينا ان نفعل ذلك. لقد اعتقد اننا نلتقي في هذا النهج سيادة الرئيس. نحن نريد ان نعمل مع كل الشركاء من ذوي الارادة الطيبة في المنطقة وفي العالم. نريد مبادرة على محاور ثلاثة مكافحة الارهاب. وحماية المدنيين. وإيصال المساعدة الانسانية. واشق السياسي. وحل القضية الفلسطينية. كل هذا يتماشى تماما. وامن اسرائيل. وتعرفون ان هذا موضوع يهمنا. وهذا يجب ان يكون في كل مرحلة من النقاط الحاضرة الى اذهاننا. هذا يسمح لنا بتحقيق السلام في المنطقة. كل دول المنطقة تقبل وجود اسرائيل. وتقبل ضمان امن اسرائيل. وان يتم الاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه بدولة تعيش بامان وسلام. ونتفادى التصعيد وتزايد حدة التوتر. اعتقد ان هذا هو الوقت المناسب لنعمل معا. ونحن نريد ان تقدم على هذه المحاور ثلاث مرة اخرى. شكرا لكم سيادة الرئيس. ولقد اتفقنا مع سيادة الرئيس سيسي. على تعزيز شركتنا اكثر. لقد اختبرنا ذلك في السنوات الاخيرة. حول كل المواضيع الاستراتيجية. وخاصة في جهة الازمة الليبية. وسوف نعمل يدا بيد. انا اعرف دوركم المتميز. اود ان سمحتم لي بهذه الكلمات. اود ان نعزز اكثر هذا المحور. لاني اعتقد انه محور عادل. وفعال. ويحترم القضايا. شكرا سيادة الرئيس.